موسيف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حددتك أنا بشتغل في القست جزيز تمام والفايدة أنا عرفت سألت وقالولي أن الفايدة بتاعتك يعني الحلال بتاعك 30% تمام فأنا بجيب بسعر الكاش بجيب معلش بعد إذن حددك يا موسيف مين اللي قالك يعني الناس اللي شغالة في القست طيب أنتوا عندكم كده عندكم مجمع فقه يعني بترجعوه أنا مش فاهم لا يعني أعطوا الناس اللي في القست أنا سألت الناس اللي في القست اللي شغالة في القست بقالها زمن يعني أنهما بيشتغلوا فيه بقالوا بكثير الرنجي ده يعني الرنجي السوق مش ده المباح شرع لا لا مش المباح شرع ما أنا بسأل عشان كده يلا اللي بعد المهم فقالولي 30% المهم إيه اشتغلت على هذا الأساس فبجيب بالسعر الجملة من السوق الحاجة وببيحها بالسعر بتاعها بالسوق برضو قالولي نفس الكلام كده المهم دلوقتي أنا بشتغل بيها بالنظام طوات ففيه ناس بتاخد مثلا على 12 شهر على 14 شهر على 15 على حسب إمكانياتها فبرضو قالولي أن النسبة بتزيد على حسب الكمية الشهر دي حاجة الحاجة التانية أن فيه ناس عايزة تكيش مثلا يعني خدت الحاجة النهاردة وفات شهرين وربنا قرمها وعايزين يكيشوا بقيت المبلغ قالولي أن انت بتجيهم زي ما هم يعني هم دلوقتي انت مقلت لهمش كيشوا لا عايزين يلجعوا الفلوس زي ما هي زي ما انتش محزبهم وزي ما اتفاقكم الاتفاق مع بعض وزي ما كمبيلاته اللي صلات موجودة فين السؤال بقى السؤال أنا كده حلال ولا حرام إيه هو الحلال اللي موجود طب خليني بس عصيغ السؤالين بتاعه حضرتك السؤال الأولاني أن الهامش اللي انت بتاخديه فيه القصة اللي هو التلاتين في المية حلال ولا حرام هذا السؤال الأولاني لو المدة زادت عن 12 شهر هل ممكن أن فعلا الفايدة تزيد 35 أربعين على حسب بس أنت طول ما أنت بتقولي الفايدة أنا بتدايق بتدايق ليه بقى ليه مش فايدة ده اسمه ريع تعالي بقى أو الريح بتاعها طيب أنا أقول لحضرتك حاجة بص يا أستاذة بص يا أستاذة ميوس بص حضرتك أول حاجة اللي انت بتعمليه ده ما اسموش قرد خالص ملوش دعو بالقرد الفايدة دي بتكون على القروض انت بتحاجب تبيع حاجة ما بيع بالتأسيد حصلت شبهة في شوية السنين اللي فاتت من 40 سنة 50 سنة في ناس كانوا عايزين يحوصوا حياتنا ليه طيب الناس دول عايزين يخلونا نعيش دين جديد اه والله ايه اللي حاصل كان عندنا زمان كان عندنا زمان بس عشان نبقى فاهمين التاريخ ده وده مهم جدا لان ده وده في خلفيات الناس كان عندنا حد بيعمل العمل ده يجيب الحاجات يجيب الحاجات بالجملة ويبيعها للناس الطاعي وياخد هامش في مقابلة التأسيد وكانت فيه شغلانة معروفة وما عندهوش هو حتى محل الشغلانة دي حلال والبيع دوت مش بيعتين في باعة وملوش علاقة بالربا البيعتين في البيعة ان انا اقول لك لما اجيه ابيع لك ما اجزمش انت تشتري بايه لكن بدل جزمت وانت بتشتري اللي انت بتشتري بالتأسيد ده اسمه بيع آجل اسمه بيع آجل وكفاية الناس تعقت حياة الناس ده فيه ناس كانوا جهزوا حياتهم وجهزوا بناتهم وناس اتجوزوا بهذه الطريقة ما تضيقوش على الناس موارد الحلال يا ناس فاللي انت بتعمليه ده اسمه حلال وده اسمه بيع بالتأسيد ومفهوش شبه طيب انا بزود الريع بتاعي في مقابلة المدة اللي اعتيجي سواء انت كنت حسبة دورة رأس المال او مش حسبة فده جائز ليه؟ لان انت بتبيعي سلعة واذا توسطت السلعة فلا ربا فالفلوس دي متشالة على السلعة لان انت تبيعي بالتأسيد انا ممكن اجيب الحاجة بواحد وابيعها بعشرين فما فيش حاجة فسواء بيعتي بها مش ربح تلاتين في المية او سواء زودتي اهم حاجة ان من اول خالص تبيعيها بتمن معروف عشان ما يبقاش فيه غرر ولا فيه جهالة انت محددت تمن من اول وبيعتي بيه الامر التاني بقى انت بيعتي بتمن معين عشان حد عيقصة وبعدين جي قال لك والله انا عايز اعمل ايه انت ما اتفقتيش معاه ما قلت ليوش لو جيت ادتني بدري هنزلك فييه اللي حاصل فجيه لك ان تأخذي نفس السمن ولك ان تردي بعض بعض الاموال له على ان دوة نوع من انواع الاسقاط يبقى كل المعاملات اللي انت اتكلمت عنها دي معاملات جائزة وما فيهاش شبهة لان فيها سلعة موسيقى